السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد كناكري أومد ومبارح الرفع الحظر الإعلامي عن كروت RTX 4070 Ti Super الجديدة نسخ MSRP النسخ اللي بنفس سعر إطلاق المعلم من إنفيديا وهو 800 دولار الفيديو مبارح اللي بنصحكوا تحضروا بشدة لأنه فيه كتير تفاصيل مش بس تقنية عن الإطلاق وأيضا عن مواقف الشركات بشكل عام وإنفيديا بشكل خاص عملنا اختبارات لكل كروتل بالفيديو على وضوح 1440p أو 2K على 12 لعبة مع وبدون تقنيات إضافة لإختبارات إنتاج محتوى واليوم وقت إطلاق هذا الفيديو الرفع الحظر الإعلامي عن نسخ النون MSRP اللي سعرها أعلى من 800 دولار وبتيجي مكسورة السرعة من المصنع ومن الشركاء النسخة اللي عندنا اليوم هي نسخة الأورس ماستر من جيجا بايت وتركيزنا بهذا الفيديو على وضوح 4K أو 260p لأن إنفيديا بتحكي مش بس ال4070 Ti Super قادر على تشغيل 4K ولكن حتى ال40 Super قادر على هذا الكلام ولكن قبل ما نفوت على الفيديو منجدد تحييط الصمود لإخواننا في اليمن في السودان في سوريا وفي فلسطين وبالذات في قطاع غزة الله ينصرهم على كل من عداهم ويثبت أقدامهم في وجه الخوارزميات والظروف اللهم آمين هذا الفيديو رقم 4 لغاية الآن في إطلاق كروت السوبر للRTX 4000 وقالنا فيديوين عن RTX 4070 Super وفيديو مبارح عن RTX 4070 Ti Super بكل فيديو سنقلل من تكرار التفاصيل التي ذكرت في الفيديوهات السابقة لذلك أكد أن أحضروا فيديوهات إذا لم تكن ترجعوا فيديوهات 4070 Super على الأقل احضروا فيديو مبارح الرابط طالع على الشاشة وبقائمة التشغيل الموجودة بوصف الفيديو ولكن باختصار شديد في عنا 3KRUD Super جديد 4070 Super 4070 Ti Super 4080 Super يجدتهم قفزات بالكودا كورز والتنسور كورز على الترتيب 10% 20% و5% 70 Super 70 Ti Super 80 Super 70 Ti Super يجاه زيادة بالرام من 12 إلى 16 جيجابايت وزيادة بالنطاق الرام من 192 إلى 250 بيت مع شوية تغييرات طفيفة هنا وهون 70 Super وال70 Ti Super يجوا بنفس سعر الإطلاق تبع الكروت العادية اللي هم 600 و 800 دولار أما 4080 Super فنزل سعره من 1200 إلى 1000 دولار كسعر إطلاق وكروت السبعين والثمانين توقف إنتاجها صارت كروت السوبر بديلة عنها الآن خلاصة الثلاث فيديوهات الماضية كانت كالتالي بالوضع العادي إشي كويس يكون في عنا كروت جديدة بنفس سعر إطلاق الكروت الأقدم منها وبمواصفات وأداء أفضل ولكن هذا الكلام يجا كثير متأخر لأن أطلاق كروت لRTX 4000 أصلا كان فيها مشكلة من البداية من ناحية سعر مقابل أداة وكان فيه فجوات بين الفئات المختلفة تبع الكروت وإنفيديا ما اعترفت بهذا الكلام ظلت ممشية لكروت كانت أسعارها أغلى من اللازم وبعض الحالات أغلب كثير من اللازم مثل RTX 4080 وأداء قليل جدا مقارنة مع الأجهال السابقة بالذات بكروت RTX 4060 و4060 Ti فإنفيديا لجأت لأطلاق كروت السوبر عشان تحاول تصلح من هذا الموضوع قدر الإمكان مرة ثانية إذا تكون تفاصيل أكثر شوف الفيديوهات السابقة هذا فيما يتعلق بالسياسات التسويقية لبعض الشركات التقنية مثل إنفيديا وفي موضوع آخر وهو مواقف بعض الشركات من الأزمة الحالية التي صارت في إطاع غز الإشي اللي أشرنا له بكل الفيديوهات السابقة بهذا الإطلاق وقبله زي تبرع إنفيديا وموظفيها بـ 15 مليون دولار لمؤسسات الإغاثة في الكيان شملوا بس مؤسساتهم وما شملوا المؤسسات الموجودة في غز نحب نخبركم دائما بهاي المعلومات عشان لما نعمل ردة فعل من نقد عادي لنقد لاذع لتأخير شراء أو الامتناع عن شراء نكون كنا عارفين المعلومات والحقائق كامل نيجي النتائج اليوم اللي زي ما حكينا استخدمنا فيها كرت الجيجابايت Aorus Master RTX 4070 Ti Super نسخة أعلى من MSRP وزي ما حكينا جربناها على وضوح 4K نتائج 2K أيضا موجودة زائد نتائج إنتاج المحتوى خلينا كالعاد نروح نعمل أنبوكسنج أو فتح صندوق ونستعرض الكرت Aorus Master بعد نروح للنتائج هذا كرت Aorus Master GeForce RTX 4070 Ti Super تبريد Wind Force PG Overclocked وكفالة 4 سنوات تغليف Aorus المعتاد من الجهة الخلفية عن مزايا المنتج تبريد Wind Force Vapor Chamber الجديدة بحاجم أكبر Screen Cooling فتحة كبيرة جدا للفان الثالثة تصميم جديد للفانات RGB وتصميم Backplate برضو الكرتون الداخلية عليها Aorus كتابات هايهم أسفل الحماية كرت وملحقاته الملحقات عبارة عن سلك 3 8 pin لـ 12VH Power badge Aorus وحمالة كرت الشاشة مع برغيها تصميم الكرت مشابه لكروت Aorus Master اللي من هذا الجيل جاي باللون الأسود مع خط باللون الفضي شوية graphics هون و هون مع إضاءة RGB كلمة Aorus هون و هون و شعار Aorus الباك بيت عليها شعار Aorus كلمة Aorus و GeForce RTX مع وندو ونافذة كبيرة جدا لاحظوا مغطية فان ونص جاي باللون الرصاصي أكثر من اللون وهو منشوف الهيت بايبس والهيت سينك اللي أيضا منشوفهم من هاي الجهة التقاء للشراود مع الباك بلايت شعار Aorus مع إضاءة RGB و GeForce RTX بالموديل الزاعة لا في شاشة هون ولكن شايرينا بهذه النسخة مع لها داعي هيت بايبس بسط 12VH باور و من الجهة الصفلية نشوف سماكة الهيت سينك الهائلة مع التقاء للشراود والباك بلايت هاي الجهة مسكرة ما فيها اشي و جهة التوصيلات فيها فتحات تهوية ثلاثة ديس بلاي بورت و واحدة HDMI الكرت جاي ثلاثة سلطس و شوي و كتير عالي بالعكس الحرارة مرتاحة جدا و أقل من هيك بكتير بالألعاب هذا هيك و إحنا مش زايدين المراوح نرجع من أكد أن لغاية فئة 4070 Ti 4070 Ti Super أي فئة أقل من 4080 نسخة عالية زي الأورس ماستر زي الستريكس زي السوبريم أنا شخصيا بحس ماء لها داعي سأكون جايبها فقط عشان الشكل لأن فئة هاي الكروت إجمالا لا تطلب استهلاك طاقة عالي فما بدها التبريد الخرافي جدا أكيد كل مكان التبريد أفضل كل مكان أحسن سأعطيك هيدروم للـ Overclocking وكسف سرعة ولكن بإمكانكم توفروا فرقية سعر MSRP إلى السعر الأغلى بالنسخ هاي عشان تجيبوا إشيء ثاني بالكمبيوتر تبعكم ولأنه نتائج اختبارات برامج إنتاج المحتوى لا تفرق ما بين وضوح 2K 1K و 4K لأننا نستخدم Synthetix سنستعرضها أمامكم على الشاشة زي ما أنتم شايفين اللي نتائجها ما فرقت بركوت الخمسة التي الآن موجودين بالشارت تدعم من الـ 4070 4070 Super 4070 Ti 4070 Ti Super و4080 وكالعادة السويت لديها بستخدم برامج مختلفة مثل 3D Mark Time Spy Extreme Speedway Port Royal اختبارات Blender و V-Ray و Puget سواء كانت Premiere أو DaVinci Resolve أما الانتاج المحتوى فعليا هو نتائج الألعاب مثل الثلاث فيديوهات الماضية جربنا على 12 لعبة وكل لعبة عمنا لها فحص مرتين مع تقنيات وبدون تقنيات و الوضوح في فيديو اليوم هو 4K أو 2160P دائما على Ultra Settings أعلى إعدادات لما ما يكون فيه تقنيات منكون طافين كل إشي لما يكون فيه تقنيات منشغل Ray Tracing أو تتبع أشعة ومنشغل DLSS وإذا ما فيه DLSS منشغل FSR يعني باختصار شديد منشغل كل التقنيات مع بعض أو منطفيهم كل هم مع بعض هذه النتائج قاعدة بتطلع أمامكم بالتدريج لمن الجديد بالذكر أن كل كروت RTX 4070 سواء كانت 4070 عادي Super Ti أو Ti Super هي كروت غير موجهة لوضوح 4K لما نحكي غير موجهة يعني زي ما تحكي الشركة غير مسؤولة عن أداء هذه الكروت بوضوح 4K بالذات بألعاب AAA ولكن أي كرت موجهة لوضوح 1440P بما معناه أنه بيقدر يشغل 1440P أعلى إعدادات على فريمات كويسة أكيد مفروض يكون قادر على تشغيل 4K إلا إذا كان فيه المترجمات بالهاردوير هذا الأشي يتوضح جلياً بكرة RTX 4070 التي توجد الكودا كورس والتنسور كورس فيه أقل والأهم من ذلك أن النطاق الرام تبعه 192 بيت محدود مقارنة مع الكروت الأخرى وهو نفس النطاق لل4070 Super وال4070 Ti والثلاثة جايين 12 جيجا بايت رام ولكن عدد الكودا كورس والتنسور كورس بالSuper والتي جايين أعلى منه لكي نرى الفروقات تزيد بينه وبين الكروت الأخرى لما نروح له وضوح 4K لأن إجمالاً أربع كروت بععدت شوي عن كرت RTX 4080 اللي هو أعلى كرت بهذا السويت كامل اللي هم نعترف ومعترفين من زمان أنه كرت أداءه خرافي جداً عليه عدد كودا كورس هائل تنسور كورس هائل المبنى الوسط طبعه عالي من ناحية أداء الكرت ما عليه كلام مشكلتنا الرئيسية والكبيرة جداً كانت فيه هي السعر فمنلاحظون الأربع كروت بععدت شوي على 4080 ما بععدت كتير قاعدين بنحكي عن فجوة RTX 4070 Ti Super اللي هو أقرب كرت عليه زادت من 9% بدون تقنيات إلى 13% ومع تقنيات من 7% إلى 11% ففيه 4% فرق بالأداء لصالح 4080 زيادة لما نروح لوضوح 4K نفس الأشي كل كروت قاعدة بتتراجع مقارنة مع RTX 4080 وحتى الفرقات بين الكروت المختلفة قاعدة بتزيد شوي لأنه 4070 Ti Super البس طبعه عالي زاد عن Ti والSuper وال4070 العادي إضافة إلى 16 جيجا بايت رغم تبعته اللي ممكن تلعب دور ببعض الألعاب الآن زي ما حكينا كل كروت قادرة على تشغيل 4K ولكن مثلا الRTX 4070 ما بقدر يطلع فوق ال60 فريم على أعلى عددات بدون تقنيات بـ Metro Exodus بـ Watch Dogs بـ Total War وبـ Cyberpunk لأنه 39 فريم الأفرش الآن الـ 4070 Super بيعاني وبينزل تحت ال60 ونفس الأشي مع تقنيات بيعاني مع Hitman مع Watch Dogs مع Total War ومع Cyberpunk ما بيشغل فوق ال60 بـ Cyberpunk بيشغل 35 فريم بالثاني كـ Average فـ 4K أعلى عددات مش مناسب الـ 4070 أما الـ 4070 Super وضعه أفضل شوي بدون تقنيات بيعاني فقط مع Total War وـ Cyberpunk Cyberpunk طبعاً نعبة متطلبة جداً مع تقنيات Hitman لأن الـ Optimization تبعها مش كويس بس 56 فريم مش كتير قليل و 59 فريم بـ Watch Dogs تعتبر 60 و Total War وـ Cyberpunk أيضاً لأن بـ Cyberpunk الكرت الوحيد تعتبر 60 فريم بالثاني بدون تقنيات والـ RTX 4080 حتى الـ 4080 مع تقنيات على Ultra 4K تعتبر 54 فريم بالثاني و النقطة الـ 60 فقط لو شغلنا DLSS 3 فـ DLSS 3 يعتبر حل إذا حاب أن تزيد الفريمات على لعبة زي Cyberpunk أو بهتماً لأن الـ Optimization تبعها مش كويس كتير وفعلياً هم اللعبتين التي قدرنا نشغل عليهم DLSS 3 F-123 على درايفر تبع التستين تبعنا ما شغلت DLSS 3 فخلاصة أداء الألعاب على 4K كانت كالتالي وزي ما أنتم شايفين طالع أمامكم جدولين جدول 2K وجدول 4K عشان تشوفوا الفجوة كيف زادت ما زال الترتيب زي ما هو أقل كرته الـ 4070 أعلى كرته الـ 4080 ولكن الفروقات زادت بدل ما كانت نسبة الـ 4070 مقارنة مع الـ 4080 68% صارت 64% والـ 4070 Ti Super صار 87% بدل 91% لأننا نروح على معدل الأداء للكروت كلهم مع تقنيات مقارنة مع 2K لما شغلنا تقنيات الفجوة قلت بشكل ملحوظ فزي ما أنتم شايفين الـ 4070 على 2K كان 73% من الـ 4080 صار 65% يعني مش كتير فرق بدون تقنيات مع تقنيات والـ 4070 Ti Super كان 93% من الـ 4080 على 1440p وصار 89% من الـ 4080 على 4K مواصفات الـ 4080 وبذذات نطاق الذاكرة تبعه لعبت دور كبير جداً أنه يحافظ على مركزه كروت السوبر صارت أحسن أكيد ولكن هاي أمثلة على أهمية نطاق الذاكرة بسيناريوهات معين فخلينا نضيف خلاصة لفيديو اليوم على الخلاصات اللي عملناها بليديوهات الثلاثة السابقة إن كروت السبعين إجمالاً وبالذات كروت السوبر الجديدة قادر على تشغيل وضوح 4K بعض الكروت قادر على هذا الكلام بشكل أفضل من غيرها ولكن الـ 4070 Ti Super هو أكيد أقدرها على تشغيل 4K مقارنة مع الـ 4080 اللي هو أصلاً كرت 4K أما الـ 4070 و 4070 Super فبدون تنزيل الإعدادات رح تتغلبوا شوي الـ Ti أمورك وسطية بين الـ Ti Super والكرتين الثانيين 70 و 70 Super والـ 4080 زي ما حكينا جاي بالصدارة شو ما صار أما بقيت الأشياء بالخلاصة إنفيديا تأخرت بتصحيح اللاينب تبع كروت RTX 4000 هذا الكلام كان لازم صاره وقت الإطلاق ومنرجع بنحكي إنه ما منعتقده إنفيديا ما كانت عارفة إنه هيك رح يصير لما تطلق كروت بهيك مواصفات تكيد هذا السيناريو كان رح يصير إضافة للملاحظة المحكيها آخر فترة دائماً وهي مواقف الشركات بشكل عام وإنفيديا بشكل خاص من أوضاع إخواننا في غزة فخبرونا إنتو شرأيكم بالتعليقات دائماً نحب نسمع منكم وقبل ما انهي لازم نحكي عن نسخة الأورس ماستر اللي من ناحية شكل وتبريد هي من أكثر إذا ما كانت أكثر الكروت اللي عجبتنا بهذا الجيل شكل الكرت خرافي جداً الـ RGB على المراوح دائماً جميل الآن الشيء الكويس إنه نسخة الـ 4070 Ti Super في إضاءة RGB كلمة أورس بدل الشاشة الموجودة على نسخة الـ 4080-4090 هذا الكلام يخفف من زيادة سعر غير المبررة لنسخة زي الـ 4070 Ti Super مقارنة مع الـ 80 والـ 90 ما زال المبرد الذي عليه زيادة عن اللزوم ولكن إذا حابين شكل الكرت أنتم كانكم تشتروا وتدفعوا لزيادة وتعملوا overclock أو كسر سرعة للكرت أكيد فيه هيد روم مع هذا المبرد ولكن شخصياً بأعتقد أنه نسخ الأورس ماستر لازم تكون لركروت العليا زي الـ 80 والـ 90 شواءكم أنتم خبرون؟ بالنهاية إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو إذا عجبكم عملوا لايك أو إعجاب لا تنسوا تكونوا مشتركين بالقناة ومنفعلين جرس التنبيهات عشان توصدكم أي فيديوهات جديدة مننا إذا عندكم أسئلة ملاحظات أو اقتراحات خطوها بالتعليقات ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم تحية كبيرة جداً من دارك ومنني أنا أمود سلام